استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية ورئيس مجموعة فرانسا بانك الوزير السابق عدنان القصار يرافقه وفد اقتصادي صيني رفيع المستوى يضم ممثلين عن 20 شركة من كبريات الشركات الصينية الرائدة القصار شكرا للرئيس الحريري حرصه على استقبال الوفد الصيني ورعايته للفعالية التي نظمتها مجموعة فرانسا بانك مطلع الشهر الجاري تحت عنوان طريق واحد حزام واحد كذلك التقى الرئيس الحريري السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الامريكي مايكل بانت على رأس وفدن ترافقه السفيرة الامريكية في لبنان إليزابيت ريتشارد وقد جرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية